الحمد لله و كفاء و صلاةً وسلامًا على نبيه و من أصطفه الحب الكرام حياكم الله الغضب شيء مكروه جدًا و مزموم لكن هل معنى ذلك؟ أن الإنسان لا يغضب؟ تخيلوا أن هناك من الغضب ما يحبه الله عز و جل و يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم إبقى القناعات أن الغضب كله شر ليس هكذا أيها الأحب الكرام الإمام الشافعي نسب إليه أنه كان يقول من استوضب فلم يغضب فهو حمر من استوضب فلم يغضب فهو حمر إذن هناك غضب بحمود أولاً طبعاً ما فيش كلام الغضب ده شيء مزموم جدًا جدًا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يسأله أوصني؟ قال لا تغضب قال أوصني؟ قال لا تغضب قال أوصني؟ قال لا تغضب فهو كأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الإنسان غضوب فيحتاج إلى أنه لا يغضب على الإطلاق فتخيل لا تغضب لا تغضب كررها مراراً صلى الله عليه وسلم فالغضب شر شر كبير يعني وكان يقول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب القوي الحقيقي والذي يستطيع أن يسيطر على نفسه لحظات الغضب عنده حلم هو ده السيد قال وسيداً وحصوراً وسيداً وحصوراً قالوا في معنى وسيداً أنه يملك نفسه عند الغضب لا يسيطر عليه الغضب فيكون الإنسان سيداً هكذا زي ما كانوا يتكلمون عن الأحنف بن قيس قال إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس يضرب بالمثل يضرب بالمثل يعني ما فيش حد في حلم الأحنف بن قيس كان حليماً جداً يقال إنه كان يجلس في يوم الأيام وبعد ذلك مر عليه غلام أرعان فيه حمق وكان الأحنف بن قيس يعني ضعيف الهيئة فيه حنف يعني ميل في رجلي وفيه عور في عيني وكان يعني الهيئة بسيط بتاعته فقال من هذا الرجل مهيب بين الناس كيه فقالوا هذا الأحنف بن قيس قال هو ده الأحنف الأحنف راحه الأحنف كيه والله لو قيموه عندي ما يسوي أكثر من خمسمائة دره ده ما يسويش أكثر من خمسمائة جنيه سمعه الأحنف بن قيس الأحنف بن قيس ده سيد بني تميم كان كبير بني تميم كان يقول معاوية إن وراءه مئة ألف سيف من بني تميم لا يسألونه إن غضب فيما غضب يعني لو غضب من شيء محدش بيسألوا انت قبل ليه هم وراه على طول مئة ألف من رجال بني تميم الأشداء الأقوياء سيد كبير جدا وده واحد بيقول عليه ده ما يسويش خمسمائة جنيه فماذا يفعل الأحنف بن قيس يرجع بقى زي ما احنا بنعمل دلوقتي ويعمل بقى ايه معركة صعبة ويقتل هذا الغلام أبدا ذهب إلى داره وملأ كمه دراهم وجاء ووقف على رأس الغلام أول الغلام ما شافه طبعا خلاص اتخض ما لك قال افتح حجرك فتح عجره فصب له الدراهم اداله الدراهم وقال هذا ما قيمت به عمك ولو قيمتني بمئة ألف أعطيتك بس انت شكلك واش فأرى أصلا لو انت كنت قلت مئة ألف انا كنت اديدك فالأحنف كان حليما جدا يقال ان واحد حبي يشتمه فيهم الأيام فاعد يشتمه والأحنف ايه ماشي في الشارع لا يرد عليه والتاني عماليش بعدين لما اقترب من بني تميم قال اخي ان كان في نفسك شيء من الشاتم فقله فنحن قد اقتربنا من ديار قومنا وهم لن يتحملوا منك ما اتحمله منك انا لا هم اللي معايدهم مش يتحملوا يعني مش مش هتخرج من الان فشوف الحلم قيل الأحنف بن قيس ممن تعلمت الحلم قال تعلمته من قيس بن عاصب ده احد الصحابة رجل كان في الجهلية ولكن اسلم وحسن اسلامه قيس بن عاصب قيس بن عاصب ده كان رجل ثري جدا وسيد القبيلة ورجل صاحب حكمة وفطنة يقول لك كان يجلس محتبيا بحمالة سيفه قاعد يعني رجلي رافع الركب وربطها به بالحمالة بالحبل بتاع السيف وجالس يكلم الناس تخيلوا هو قاعد بيكلم الناس جاءوا له بولده مقتول تخيل تخيل يعني هذا شيء من شبه خيال ايوالا احبا الكرام ابن مقتول من الذي قتله ابن اخيه يعتبر ابن عم الولد ابن اخ قيس بن عاصب يقول فما حل حبوته خالص ما حل حبوته اطلاقه وما قطع كلامه وكمل الكلام وبعد كده بص للولد ونظر اليه وقال انك اثمت مع ربك وقللت عشيرتك وقتلت ابن عمك ورميت نفسك بزهنك ايه اللي انت عملته ده ثم قال لأحد أبنائه قم فواري أخاك ادفنوا وفك كتافة ابن عمك فقد ازعرتموه الوقت خلاص هيموت ثم سوق مئة ناقة الى ام الغلام فانها غريبة دية له خد لها مئة ناقة عشان هي انسانة غريبة ده قيس بن عاصم ده كان حكاية عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء اي ترحمه فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم من اجمل الابيات ده مش واحد مات ده قبيلة تهدد بهذا السيد الرائع فشوف الجمال والحلم والصبر وكان طبعا سيد الحلماء النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على اذى الناس جدا لكن ليس معنى ذلك على الاطلاق ان الانسان لا يغضب الانسان يتحكم حتى كلمة لا تغضب انك انت تبتعد عن اسباب الغضب تبتعد عن اسباب زي الكبر زي انك انت الظن تعتظن بالناس تتجسس تغتاب الحاجات دي كلها بتخلي الانسان يغضب اكثر واكثر فلا تغضب ابتعد عن الاسباب المهيجة للغضب حد كلمك واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة رد الرد الحسن ادفع بالتي احسن غير المكان قم فتوضأ ابتعد عن اسباب الغضب واخطرها الكبر لان دايما الانسان الدافع الاساسي عنده ان يكون متكبرا فبيغضب غضب شديد جدا لذلك تلاقي الانسان لو في صاحب جاه ولا صاحب سلطة واراد ان يعاقبه او عامله معاملة لا يستطيع ان يرد لكن تلاقي الانسان مع الضعيف يرد مرد شديد جدا طيب الانسان احيانا يغضب الله عز وجل سبحانه وتعالى يغضب قال المغضوب عليهم فباءوا بغضب على غضب الله عز وجل يغضب سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه الانبياء ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفة قال بئس ما خلفتمون من بعد اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ برأس اخي جره لي فلحظت غضب لما عبد العجل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عند البخاري جاءه رجل فقال يا رسول الله اني لأتأخر عن الصلاة والله اني لأتأخر عن الصلاة بسبب فلا لانه يطيل الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي ابو مسعود عمر الانصاري يقول فما غضب ما رأيتني واصلم اشد غضبا من هذا اليوم وقال ان منكم لمنثرين ان منكم لمنثرين اللي عايزي صلي فليخفف يخفف فان فيهم الضعيف والكبير وزلحاجة النبي كان يغضب احيانا وهكذا المؤمن يغضب لغضب الله اي شيء يخالف دين الله عز وجل تغضب له اذا ما كان فيه شيء خارج هذه الشريعة وهذه الديانة الانسان يغضب ساعة اذن وهذا غضب محمود ومن استغضب فلم يغضب فهو حمار جزاكم الله الخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة